يسأل يقول ما درجة هذا الحديث وما شرحه عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب هذا الحديث صحيح وهو يعني أصل أو دليل منع المحرم من عقد النكاح ومن الزواج فالمحرم لا ينكح بمعنى لا يتزوج ولا ينكح لا يكون وليا في النكاح ولا يخطب لا يقدم خطبه وهو محرم ماذا محرم لا يقرب هذا كله والدليل من القرآن الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث الرفث الجماع ومقدمات والنكاح وعقد النكاح كل هذا لا يجوز في حق أو في شأن المحرم ولذلك من المسائل التي ترد تأتي اللفتة وهي مزعجة جدا أن بعض البنات تذهب إلى مكة وهي حائط فتعتمر وهي حائط عمرتها باطلة لأنها حائط وتطبف طواف فاسج ثم ترجع وتتزوج وهي ما تزال محرمة لأنها ما انتهت وتتزوج ثم يحكم العلماء بأن عقدها باطل وهي تريد زوجها وهو يريدها ولكن والدها يريد فلوس فإذا قال المفتي لهم أعيدوا عقد النكاح قال والدها لا هذه فلوس جديد نعم لازم صار يتحكم وصارت مشكلة وهي اللي يعني ينبغي أن يفضل لها وكل مبنى على هذا الحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فنذكر إخواننا بأن الإحرام مانع من إجراء عقد النكاح ومن الوطء ومن الخطبة ومن مقدمات النكاح كل هذه داخل في قول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج نعم